رحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب الفيديو التاني من كورس انزار الحريق او نظام الفيرفايتنج . الفيرفايتنج لا مش الفيرفايتنج استنى ده يا 알ارم يبقى مهم جدا دلقتي عشان الفير وفاتين الياس asti تقولك ده لا ده نظام انزار الحريق او نظام اندفاع الحريق اما نظام إطفاء الحريق طيب تعالى نبدأ نشوف مكاونات نظام انزار الحريق احنا قلنا كل انظمة اللو كارنت هنقسمها لثلاث مراحل رقم واحد مرحلة الامبوت يونة اللي هي وحدات الادخال يبقى انا دلوقتي بشتغل على وحدات الادخال الامبوت يونة وبعدين بشتغل على وحدات الاخراج رقم ثلاثة رقم اثنين لازم ابدأ اشتغل على ال فير ألارم كنترول بانيل اللي هي لوحة انظار الحريق وزي ما احنا شايفين Fire Alarm Control Panel هي العقل المفكر في نظام انظار الحريق برقم واحد الامبوت يونت هي عبارة عن الحساسات او السنسورز اللي موجودة في نظام انظار الحريق رقم اثنين اللي هو البانيلز او اللوحات رقم ثلاثة وحدات الاخراج او الامبوت يونت طيب وحدات الادخال اللي هي الامبوت يونت زي مين زي عندي يا اخوانا الديتكتورز بصفة عامة smoke detector واللي هي الديتكتور والضغط ديكتور واللوحة هي لوحة واحدة وفي المشاريع الكبيرة بنستخدم حاجة اسمها ريبيتر بانيل او اللي هو بستبدله به اللوحة ووحدات الاخراج بتبقى عندي في الساوند سيستيم او وحدات الالارم اللي انا بقدر اعمل بيها انذار للاشخاص اللي موجودين داخل المبنى او في المكان اللي انا بعمل بيه سيستيم الفاير الارم يعني نقدر نقول المكونات باختصار الخاصة بنظام انذار الحريق رقم واحد الديتكتورز اللي هي بنسميها الكواشف زي smoke detector والهيت ديكتور والضغط ديكتور والجاز ديكتور دي كله احنا ايه بنسميها كواشف الحريق المكون التاني لو حد شاف الحريق قبل ما تقدر تحس بيه الديتكتورز اللي هي بنستخدمها اوتوماتيك لي يقدر منوالي او منوال كول بوينت او نظام نقاط الاستدعاء او نقطة الاستدعاء اليدوية يقدر يضغط على المانوال كول بوينت او يقدر يكسر الزجاج بتاع المانوال كول بوينت يقدر ينبه لوحة الانذار بينها تطلع الارمات او انذار ان فيه حريق عندي والتالي قبل ما يحس بيه الديتكتورز طيب رقم ثلاثة نظام الانذار الصوتي والمرئي الصوتي انا عندي بيل مثلا جرس عندي هورن عندي سبيكر سماعة عندي الستروب لايت اللي هو المرئي والصوتي يفرض فيه حد ما بيسمعش وفيه حريق لازم نعمله انذار مرئي ففيه عندي انواع مختلفة للانذار الصوتي والمرئي بقى كده فيه مكون مهم جدا لازم نركز عليه اللي هو الموديولز الموديولز هي اللي بتعمل ربط بين انظمة انذار الحريق واطفاء الحريق مثلا او بين انذار الحريق وبين المصاعد تمام اللي هي الأسانسير ان انا اقدر لو فيه حالة حريق اوقف المصعد تمام ينزل مثلا للدور اللي تحت ويفتح الباب لان لو ما عملش كده ممكن الناس لجوه المصاعد يعني ايه تضر لا قدر الله او ان انا مثلا من خلال الموديولز اقدر اتحكم في لوحة كهرباء ان انا افصل او اشغل وهكذا فانا بستخدم الموديولز فيه عمليات الرفب بين الفير الارم والانظمة المختلفة زي ما قلنا المتحكم الرئيسي في النظام هو الفير الارم كنترول بانيل اللي هي لوحة التحكم الرئيسية وهي اللي بتعمل معظم الشغل بتاع دخول السيجنالز من الديتكتورز الى ان تصدر الاصوات او الالارمات من الالارم سيستم لو في مشاريع كبيرة واحنا بدأنا نشتغل عليها تمام وعايزين نعمل توسعات تمام ان انا عندي مثلا خمسين ديكتور ميت ديكتور في مكان وعايزين نربطهم بالمين فمش شرط نجيب فير الارم كنترول بانيل تانية كبيرة ونستخدمها احنا ممكن نستخدم ريبيتر بانيل طبعا من المكونات المهمة في النظام اللي هي الكابلات الخاصة بالنظام والمواسير اللي هي المواسير الامتي او البايبز اللي احنا بنستخدمها وهنا بنستخدم كابلات خاصة بالفير الارم سيستم دلوقتي احنا شوفنا ايه هي المكونات لهذا النظام هنبدأ نشتغل على كل مكون على حدة واحدة واحدة بالتفصيل وان شاء الله ده هنشوفه في الفيديو القادم موسيقى موسيقى موسيقى